لكنك تعشقين الفن أعشقه أعشق المسرح أعشقه جدا وأعشق أيضا التلفزيون والإزاعة يعني كل روافد الفن أحبها يعني بالترتيب كده يا مدام سميحة يجي إيه؟ هو بالترتيب بيجي المسرح وبعدين التلفزيون والإزاعة وفي الآخر السينما في الآخر السينما اتكرمتي كتير جدا بس مؤخرا اتكرمتي في شرم الشيخ مهرجان لشباب المسرح يعني المهرجان ده أنا اتكرمتي فيه الدورة كد باسمي دورة كد باسمي وأنا رئيسه الشرفي وحضرتك اتكرمتي من العالم كله الحمد لله عبد الناصر حفظ الأسد جيس كاردستان سادات يعني الحمد لله من العالم أجمع من الدول العربية يعني كل الدول العربية كل الدولة أولا اتكرمتي فيها كذا مرة يعني الدولة بتكرمني كذا مرة وأحلى تكريب بالنسبة لي التكريب اللي من مصر يعني شهادة الدولة التقدرية تليها أكبر وسام اللي هو وسام النيل ده أكبر وسام في القاهرة في مصر لما حضرتك روحتي لشرم الشيخ وتكرمتي في هذا المهرجان يعني ايه الشعور ده جيل جديد دي ناس مختلفة ناس غير الناس زي ما انتي بتقول انت عافة أنا ما بحسش ان فيه جيل جديد وجيل قديم فعلا انا عايشة معاهم هم عايشين معاي ما بحسش الفرق وكمان هما ما بيحسوش بالفرق يعني يعودوا ويسألوني ويستفهموا في حاجات وأفهمهم حاجات يعني ما بحسش ان فيه جيل وان أنا بعيدة عنه أبدا الدنيا تغيرت حتى الأطفال الصغيرين لما عملت تيتة رهيبة أيوة جيش من الأعجابين الصغيرين أنا حبيته جدا تيتة رهيبة فكنت سعيدة جدا جدا بيهم وحضرتك بتمثلي مع أجيال جديدة مع يعني حتى في المسلسل الأخير اللي احنا مبسوطين به جدا وكله أجيل جديد حاسة انه الفن يتغير فيه عجلة متغيرة فيه حاجة متغيرة لا لا الفن الأصيل هو أصيل مش عايز تغيير هو الفن عبارة عن إحساس ورسالة وأنك انت بتعملي عملية تنويرية ترجمة نانسي قنقر